رحم الله هو الضحية وأسكنهم فسيحة جناته ورب صبر أهليهم إذن أزيد من عشرين أو قرابة الثلاثين ضحية خلال أسبوع واحد والمتهم هذه الأنابيب التي قتلت الكثير من الجزائريين يتبت الكثير من الأطفال ورملت الكثير من النساء وجعلت الكثير من الجزائريين يبكون ربما مجرد ثقب صغير يودي بحياة عائلة بأكملها كما شفنا هذه العائلة التي تكون من ستة أفراد ماتت وتم الأوصول عليها تخيله بعد ثلاثة أيام في حالة متقدمة من التعفن للحديث أكثر حول هذا الموضوع حول هذا القاتل الذي أصبح يودي بحياة الكثيرين تخيله قرابة الثلاثين حالة وفات في أسبوع واحد نستضيف معنا هنا في البلاطس سيد رابح محيد دين مكلف بالإعلام بالمديرية العاملية الحماية المدنية سيد رابح سباح الخير أهلا وسهلا تحية للمشاهد الكريم وأملنا أن نصل إلى ما جئنا لأجله لماذا أصبحت هذه الأنبيب تقتل؟ اللهي حوادث التسمم بالاختناق بالغاز ظاهرة مهيش وليدة اليوم ولكن ازدادت بالمقارنة مثلاً إذا كانت تحدثنا بلغة الإحصائيات السنة الماضية في نفس الفترة نجد أنه مسجلنا حتى حالة اليوم لأحد الساعة نمسجلين هلك 28 شخص قرابة الثلاثين يعني قرابة الثلاثين بما فيها عائلات طوية الضفطة العائلة تماماً أصبح من سكان المقابل يعني أحرقوا الضفطة العائلة خلاص طوية الضفطة تماماً أصبحت من سكان المقابل للأسف الشديد نقول للمواطن الكريم أنه حذاري أي كان فينا ربما رح يتوقع مثل هذا النتائج ولكن نأمل بإذن الله أنه نتوقف الإحصائيات هذه ربما للأسف كل سنة تتكرم كل سنة سمحي الدين هذا الأنابيب تبان صلبة وتبان آمنة وتبان يعني مناسبة للاستخدام لماذا تصبح قاتلة فجأة؟ لش اللي قاتلة؟ بالفعل احنا لأول مرة الاستراتيجية هذه استراتيجية تطبيق ربما تحدثنا بالنظارية تحدثنا كي من بعض الناس ربما تقولوا للأنبوب هذا فيها خطر وتتحكيل وتقولوا مثلا التلحيم هذه لا سيدير هذه فيها خطر ما يدركش هذا إلا إذا كان اليوم تتمعنا معنا المواطن الوفيات راه يتموت الناس تموت بالطابونة أو الفورن أو الريشو كما يسمى في بعض الولايات الوطن الناس راه يتموت بالشوفاج الناس يتموت بمسخن الحمام ما هي الأخطاء التي راه ترتكب سبحانه بيات باش نفهم المشاهد احنا احذرنا بعض النماذج بالفعل الخاصة المستخدمة في نظام التدفئة في المنازل ونشرحه للمواطن كيف ممكن هذا الأنابيب تصبح قاتلة بالفعل سنصل نبدأ بالعكس هذا الفليكسيبل هذا الفليكسيبل هذا الفليكسيبل أو ما يسمى بلاليومينيوم أو أي حاجة هذا من المفروض يمنع منع بابتا استعماله في المدفئة أو في مسخن الحمام ما يشطلعه شوية بشيبان هذا الكوردينيوم ما منوع منع بابتا ربما أخي المواطن أختي المواطنة العائلات الجزائلية التي تقطن وما أثرها اللي راهي دائرة هذه في المدفئة أو في مسخن الحمام حذاري حذاري هذا يتخص ورقة هنا مكتوبة كتبة عليها أنه هذا يستعمل لإخراج الرائحة من المطبخ إلى المنزل مش من إخراج الغاز القاتل لا أكثر ولا أقل وهذا مدة الصلاحية التعوى طبيعة الحال سنتين وينثقب وبعين المجردة ما نشوفهش أول أكسيد الكاربون ما هو أول أكسيد الكاربون هو الدخان المنبعث من طابونة أو نتاء أو المسخن الحمام الاحتراق الغير تام بإمكان أي إنسان أنه يدرك أنه راح عايش في جو مكهرب داخل المنزل كيكون هذا حاضر يعني كيكون لا بها يحسوا يعرف الإنسان أنه في جو ما هي الأعراض لا بأس أننا نتحدث على الأعراض أول حاجة يكون عنده طيب سيدة لحنا حديث عن الأعراض تنصح أي عائلة جزائرية مركبة هذا في السخان أنه تنحيها اليوم قبل الغد وإن شاء الله لا أنا لماذا تدرت الأعراض لأنه مزاني يتحدث على هذا مزان هذه البداية فقط نعم أي إنسان ربما في هذا الصباح وربما بعض الأشخاص ينوض ربما يجد الراس تاهم مزير الدوران الدوخة الغثيان هذه هي الأعراض بإمكانه أي إنسان أنه ينوض الصباح والله في الليل يشوف نفسه يعني فشلان صدرته ويتزير الراس تاهم يتزير يدرك أنه راه في جو مكهرب فيه أول أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون أنا ما ذا بيه العائلات الجزائرية ذوك تكون دردشة مع الأطفال مع الأسرة كاملة إذا كان شفنا الشعلة حمرة أو برتقالية هنا الاحتراق يعني النار تعلمت فيه النار تعلمت فيه حمرة برتقالية الاحتراق موش يتم وكان أول أكسيد الكربون ليه يتصرف في المنزل أنا ماذا بيه؟ تكون نصيحتي للأبناء ربما الأبناء ينوض في الليل ربما يروح دورة المياه ماذا بيه الطفل الصغير أو أي أن كان يشوف المدفاقة الشعلة حمرة يروح ينوض مولة بابه قال لي ودي الشعلة حمرة النقطة هذه النقطة الأخرى ألا وهي هذه أتذكر أنا عائلة وعندي صور صور مؤلمة عائلة ابن الجلفة سجلناها ببلدية مسعد الزوج والزوجة التوأم الحسن والحسين ثلاث سنوات الحبيب خمس سنوات والأم في الشهر الثامن هذا كانوا أنا ذاك التويو كان خارج البرع أول حاجة يدخل للريح وهذا خفيف وجدنا التويو منزوع من المدفعة وما أكثر العائلات وما أكثر العائلات اللي مثقوا يعني منزوع من الخارج ودخل خارج خارج علش حنا دوما نقوله الجالفانيزي مع الشابو هذا يخرج الريحة لا أكثر ولا أقل كيمبال للمرسيسين في المطبخ فقط في المطبخ لإخراج الريحة لا أكثر ولا أقل أنا ماذبيا المرسيسين الجزائريين لأنه أنا نظن العائلات إذا كان ماتت جزء من المسؤولية يتحملها المرسيس مع كل احتراماتنا لبلون بي يعني لبلون بي مع كل احتراماتنا لبلون بي ولكن هذا يا أخي لبلون بي هذا ما يخرج الأول أكسيد الكاربون هذا خطر على الإنسان حذاري عائلات الجزائرية والله أقولها أنه حذاري حذاري اليودان هذا يروح يغلق المدفاءة لأنه ربما رح يكون هو الضحية ربما رح يكون هو الضحية حذاري هذا التويب فليكسيبل حذاري حذاري يعني ممكن يرقود اليوم في الدنيا غدوا يصبح في الأرض ربما ولكن أنا نقولها اللهم أشهد فإني قد بلغت أنا نقولها رأنا نمشو نحسو ربما قال لي أحد الصحفيين بالرغم التحسيس والتوعية إلا أن الإحصائيات تزداد ربما لو لا التحسيس والتوعية ربما لكان أكثر نعم سبحان الله نكونوا واقعين يعني هذا نداء من الحماية المدنية للمشاهد اللي شاهد فينا الآن اللي رأي مركب هذا في المدفاء تاو باش يخرج به سي أو ثنين سي أو يعني أول أوكسيد الكربون أول أوكسيد الكربون يعني نحيه اليوم قبل غدوة هذا مكانه في المطبخ مش لإخراج غاز الكربون وأيضا نوجه نداء للتجار رح يكون عندنا اتفاقية مع الاتحاب التجار والحرافين إن شاء الله بها نكونه التاج الجزائري فيما يخص الإسعافات أيضا بها نتحدثه مع التاج الجزائري حذاري أنا مذا بيا غدوك يجي المشتري قال وين رح تستعمل للأنبوب هذا إذا قل لك نستعمله في المدفاء أو في مسخل الحمام ما تبعولوش هذا يستعمل لإخراج الدخان من المطبخ خارج المطبخ فقط لا أكثر ولا أقل حذاري التاج الجزائري والله بصريحة العبارة وبينق بصير اللي يربح العام طويل ولكن يجب تكون عندنا ثقافة ثقافة أمن الآخرين يعني هذا التاجر لو تسمح لي أو هذا البلوم بمتصرف بسيط يمكن يصبح قاتل يعني هذه العائلة اللي ماتوا فيها ستة يمكن تسبب فيهم أم بلومبي ولا بائع لم يحسن البيع ممكن وما أكثر هذه النقطة حذاري 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 وما أكثر العائلات الجزائري أنتالي أني نخاطف فيك الأسرة الجزائرية أنتالي أني نخاطف فيك أنتالي أني نحيه اليوم قبل غدوة والله نصيحة أخ إلى الأخوة التعوي إلى الأسرة الجزائرية اليوم الحمد لله أن ننصح من حكم التجارب بالأمس القاريب عائلة في بوسعادات تسعة أشخاص ميش سهلة الزوج والزوجة وخمس أبناء الأم الزوجة وبنت الزوجة يسمى زوج خيات وفاو في استيف الزوج والزوجة وأربعة أبناء ستة نعم ستة أشخاص البارح وثنين في مستغانم في مستغانم شخصين في أم البواقي شخصين هذا لي و السنة الماضية أزيد من ثلاثين عائلة اللي طوية الدفطة العائلة إذا كانت تحدثنا بلغة الأرقام هذا ممنوع هذا قاتل نتيجة الإيجابية أنه المواطن المذبية والله عن طريق الفيسبوك أو عن طريق القنوات قلح من مدن نصحتنا بهنحيوها نروح للنقطة هذا هو الأصح ولكن هناك المقلد أنا علش أعطني الكوري هذا كين صغير الأصغر منه هذا كين استعملوا هذا الجالفانيزي أول حاجة إجزمناه نضبطه مننا بالكوري أو يأتي أقل من هذا علشنا نزيروه لأنه كين المقلد والمقلد بمجرد أنه تستعملوا بعد مدة ينفتح حال مدة صلاحية هذا حوالي ثلاث سنين ربع سنين غير يشوف الإنسان الصدأ بدأ يتصدأ عارف باللي فيه مشكلة كيف الفرقه ما بين المقلد والأصلي ما تنجمش تفرق التاجر يدرك جيدا ما هو المقلد وحتى أحيانا المواطن الكريم ربما هذا في الدكان يتبع قال عشرين الف الأنبوب هذا وكين بعض الناس يبيعوا عشر ألاف هنا نعرف باللي السومة التعومة هو ما هو أصلي معليهاش الأخطاء أحنا اللي ترتكب أنه كين المقلد وما أكثره أول حاجة نشوفه في التلحيمة هذه التلحيمة هذه عمرك ما تديرها مقابلة الحيط يجب أن تكون مقابلة كيف تديرها بها ربما إذا كان فتحت نشوف باللي مفتوحة يعني وراهم سودية تكون في النظر التعامل تكون هكذا في النظر التعامل ما تكونش مقابلة الحياة تكون فيزيبل يعني وإحنا بنا نتخلص من الظاهرة هذه يزمنا الكورية حتى وإذا كان استعملنا للشريط هذاك ربما تنفتح في أي لحظة ماذا بنا تكون مقابلة البصر التعامل يوميا نشوفوها النقطة هذه والنقطة ربما لما ينتبه لهاش الإنسان واللي أدت بوفاة الكثير ألا وهي مثلا سكال العمارات سكال العمارات الجديدة ما هو شعيب أول مرة نسكن في منزل وراح نستعمل غاز المدينة أسألوا أهل الذكر أهل الإختصاص نشوف هم بلون بي يكون كاليفية ناس نشوف التاجر قل واش من نوعية على الطابونة واش من نوعية على المتفاقة واش من نوعية على المسق الحمام اللي يكون يعني الماركة تكون العلامة تكون جيدة عامنة ومظل وما نروحش الأتفه للأرخص المدفعة ربما أحيانا أنا والله يقولها أحيانا كما يقول لك بالعام شوية مليد وشوية ملحنة وشوية مرتابة اليد صحيح كم بعض المواطنين ربما الهاتف في انتعاك اليوم قال في الدكان يسوية ثمن ملاين وفي دكان يعوزوا جملاين يا هل ترى منطقيا ماش منطقي أعرف باللي راه مقلد المثال اللي يقول لك راه ما يكذبوش في العالم ما يكذبوش مستحيل صحيح أنا ماذابية والله أختنم الفرصة اليوم نوجه نداء للسادة الولاد السادة رؤساء البلدية السادة رؤساء الدوائر ماذابين نحن كمؤسسة الحيمين مدنية ومجرى للقاء مع مدرأة التجارة صنالغاز الجمعيات ماذا بينا مستعدين الولي كيكون يوزع في السكنات هو يمد المفتاح ولا نمد المقاييس الوقاية مستعدين بهنبني وخيمة في الأحياء الجديدة نوعيو المواطن ونجيبو كل الوسائل هذه كل حي يجدد في كل حي ولم لا تكون هذه ثقافة قبل ما يسكن الإنسان مع مديرية التجارة يجيبونا هذه الوسائل مع صنالغاز وننصحه المواطن قال هذا يستعمل هذا ما يستعملش يعني الإنسان يشوف خير ما ما يعرفش الأمور هذه النقطة علش تحدثنا على العمارات العمارات كين أخطاء احنا عدنا قنوات صرف الدخان كي تدخل العمارة تلقى القنوات وتلقى الثقبة تعلقنات هذه لتدخل في الكولوار كين بعض المواطنين ربما يدخل التويو في هذه القناة ويدخلوا بقوة والتويو يقص الحيط هذري كين أخطاء يتبلوكا في الحياة ويعاود يتسد الأول أوكسيد الكاربون يعاود يولي للدار هذي أخطاء ربما الإنسان ما يرعي لهاش ولكن سجلنا وفيات ما يسهل أنك بتعرف السبب الرئيسي بالتنسيق معارج الأمن وين وجدنا كين بعض الناس اللي طبعتوا يدخل القناة مباشرة ولكن أنصحني أنا واحد البلومبي قال لي ودي مستعام ما عليهاش خلي الإنسان يخطأ ويدخل التويو قال لي أنا قبل من استعمل أسما قال لي أنا قبل من استعمل التويو هذا في القنوات قال لي نجيب منشار وننشره نعم النقطة الأخرى ربما الشابو هذا الشابو هذا في السكانات الفرضية نقارض هل الشابو هذا؟ نقارض بزيزة تلقى بعض المواطنين يخرج مباشرة تويو حذاري هذك اللي يديروا لزينة فقط حسبوا لا موش لزينة أنا نعطيك مثال وحنا حسب الأرصاد الجوية هناك إن شاء الله أمطار هناك هبوب ريح كاين بعض الناس من غدوة يبدأ كاين بعض الناس مخرج قنوات سرف الدخان هكذا للبرة يجي الريح يجي بصاشية صاشية ويغلق لك المنفذ هذا عشناها عشناها يعني صاشية تقتل عين هاي ببسيطة بينما إذا كان استعملنا الشابو هذا وأبعد من هذا مثلا العصافير والحمام وين تبني البيت التاحة وين تبني العش التاحة في فصل الصيف تبنيه هنا بينما إذا كان هذا الواقي الشابو هذا ما نستعملوش الأوصل الجزائرية اللي يستكنوا في الماء أماكن الفردية مذابيا نجيب الشابو هذا ونستعملو لأنه شفناها عدة مرات وين نصائح ورحنا المنازل وسجلنا فيها هلك عائلات السبب أنه الشابو ما كانش الشابو ما كانش هذا يجير 31 ألف والله هذا وكلهم هذا وكلهم مايفوتوش مئة ألف مايفوتوشوش معنى مئة ألف في حياة أسرة أسرة بأكملها ننفقدوها أيضا أعطيني الكود هذا الكود هذا طبيعة الحال حتى هنا شوف نشاهدو نحن ما نقولوش المؤسسة هذا ولكن هاو مخشوش مخشوش ها ها مفتوح 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 هذا في الحالة هذا أنتك استعملته استعملته يعني بعد مدة اللي يه مفتوح بكامل أنا مذبية بنتفادة هذه كما قلت أنه كيفاش نعرف المقلد من ما هوش مقلد والله أحيانا يصعب في الغالب تكون داهرة للحيط هذه في الغالب تكون داخرة للحيط من المفروض تكون بالتلحيمة تكون بالسودية كامل شوف ها جديد ولكن هاو مفتوح أمام جديد ها جديد جديد هذا يستعمل هذا دير الفضان يقتل يقتل هذا بينما لنشا لنشا نحنا قلنا الكولي ماشي هذا ويجي نوعوخ داخر بح نربط بها نحزن بها كي نستعمل هذا هنا يلزمني نزيره ها يدخل من الجهة الثاني ها هنا هاي فيه الفراغ وفيه يعني والله هي للأسف شديد للأسف شديد ها نستعملناه بطريقة هذه ها حتى لها استعملناه ومازال مفتوح فيه الفراغ فيه فيه الفراغ أنا ماذا بي به نحي للمشكل هذا نربطه هنا نحزنه هاي كاين واحد بعض اللسقة خاصة او كاين ايضا الكوري اللي ميشي كما هذا يكون صغير ونربطه نتأكد صحيح ولكن دوما نتحدث على التلحيمة هذه لأسف شديدنا هذه تكون دائرة تكون مقابلتنا يوميا نتفقده ونما لا وايضا الأصل الجزائرية التهوية ثم التهوية ثم التهوية وينو المشكلة إذا كان خليت التاقة تتاع المرحاض أو المرش أو المطبخ مفتوحة صحيح هذه النقطة كذلك مهمة نقطة مهمة أيضا أخطاء ترتكى في طرف بعض المواطنين كي اللي زجاجة تعلمت فأتعون كسرعة ومخليها ومخليها اليوم غدواء أنا مؤخرا كنت ندرس في بعض نشوف في بعض المواضع لديت أنه أحد العلماء قال أنه مرض الزهايمر يجي من أول أكسيد الكربون لأنه يوميا تستشق يعني نقط لك شي يهب لك يوميا لا حتى أنه سجلناها لك عائلات أنا أتذكر عائلة من بلدية مليانة وليت عين دفلها رحمة الله على المتوفين الزوجة ستصارع في الموت إلى يوميا هذا معاد العيني المفتوحين معوقة تماما من الغاز الكربون من أول أكسيد الكربون حتى وإن نجا الإنسان سيعيش معوّق أنت يوميا مثلا الناس الذين عندها الزجاج مكسر يوميا يستنشق ربما ما كانش مننا ضمن الوفيات لأنه التهوية عنده في المنزل ولكن يوميا يستنشق في أول أكسيد الكربون النهاية كيف راح تكون راح تكون مؤلمة راح تكون مؤلمة راح تكون بعد سنوات ولكن مؤلمة راح يشم في أول يستنشق في أول أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون طبيعي الحال يوصل خلين طيب رابح محيد دين باش نمشو في النقاش يهمنا التدخل قبل الكارثة بالفعل أنا كرب عائلة أو كفرد من أفراد العائلة كيف ممكن نعرف أنه فيه تسرب غازي في البيت تسرب لأحادي الكربون وش هي الأمور اللي لاحظها نقول آه في مشكلة لازم نتصل بالحماية المدنية ونتخذ إجراءات أول حاجة الحمد لله الدول الجزائرية المدفئات المدفئات ما يبيعوهم اليوم بالكوشف بالديتكتور أنا ماذبية ببعض المواطنين وحتى وإن حتى عفوا حف حتى وإن يعني الإنسان يعني في المنزل تاعه أول حاجة يشوف الشعلة حمراء برتقالية يعرف بليل احتراق موشي تم إما أو الدخان هذا كما هو شي يخرج ربما الأنبوب هذا راح مسدود بأي حاجة لأنه الأخطاء اللي ترتكب من طرف بعض المواطنين يخليه في فصل الصيف راح خارج بره بدون واقي والعصافير تبني الأحشة ومباشرة الإنسان خاصة في فصل الشتاء أنه يفتح المدفع بلا ما يراق بلا ما ينظف عملية التنظيف حتى أنه نصيحة للعمارات ربما اللي تابعين الوبيجي واللي تابعين ربما تسمية أخرى يعني ماذا بينا حتى ماذا بينا كل لوكاتر يشوف إنسان يقوم بعملية التنظيف سجلنا السنة الماضية بولاية سطيف لأن سطيف قسمتين هذو بعض الولايات الوطن المثيلة هي اللي أكبر فيهم البرد وفيهم الوفيات وفيهم حتى المنقاضين ما تنسيش أنه وراء نافيتين 200 واحد تم إنقاذهم من موت مؤكد وربما الإحصائيات الوفيات كالأشخاص اللي ما حملتهم شحيم مدنيا ما نقلتهم شحيم أكبر ربما هي ربما الإحصائيات أكبر من هذه نحن نتحدث عن الإحصائيات اللي تم تحويلهم من طرف رجال الحميل المدنياء نحن ماذا بنا نوصل الهدف تعنا أول حاجة الاقتناء الوسائل ما تكون مقلتها ونروح مباشرة نتحدث مع التاج قال الله يصطر التاج الجزائري أنا أعطيني متفاءة ما يهمني شسو متاحة المهم أمن أولادي صحيح النقطة هذه النقطة الثانية كما قلنا الكواشف أم يتباعوا في المؤسس في الحوانة الكواشف نجيبه نستعمله في الكولوار لأنه الكاشف هذا يكشف عادي يعني دينينه في المنازل بمجرد أنه يكون هناك تصرب لأنه يكشف للغاز وكشف لأول أكسيد الكربون غير يعني الدخان طبيعة هل يطلع للفوق ويجي هبط لأنه هذا هو يطلع يبدأ يهبط بمجرد أنه يوصل للكاشف الكاشف يبدأ ينذر ولكن ما نحتملك على الكاشف 100% لأنه يمشي بالبطاريات والبطاريات يتموت أحيانا هنا واجب علينا أنه البطارية نشوف مدة صلاحية كما نلسق الكاشف نشوف مدة صلاحية تاع البطارية ولما لا نكتب ورقة أمام الكاشف ننبه قلبي تاريخ كذا يتم تغيير البطارية تكون عادنا هذه الثقافة النقطة الأخرى كما قلنا الشالة حمر الشالة ببرتقيلية طيب والتهوية سماحي تهوية تلعب دور التهوية أنا والله نلحظ العائلات الجزائرية لأنه نحن نتحدث على هذا ما تحدثناش عن الطابونة ما تحدثناش عن الناس اللي يتموت بالطابونة كين أسرة جزائري أنا أتذكر أسرة في سريانا وإلا يتباتنا الزوجة وخمس أبنائها توفوا من جرات طابونة وليد ست سنوات وسيم أربع سنوات عزدين 18 شهر صورية وزاكية توأمان شهرين عائلة بأكملها نبقى الزوج وحده سبحان الله يعني للأسف الشديد نحن نوصل للنتيجة ماذا بي أنا رح نطبطب في باب الحيمين المدنية عند صناء الغاز قال وش هي الإجراءات أنا أول مرة رح نتعامل مع الغاز المدينة وش هي الأدوات اللي نستعملها سمحيدين عندها ثلاث سنوات أو سنتين واحد توفى بالمدفئة على السيارة هل هل تشكل خطورة تشكل خطورة سجلنا في واتسوف سجلنا في بسكرة كيفاش الأشخاص هذو يروح للقاراج يكون عنده البرد يشعل المسخن ومعنا بلو بللي أنه الدخان هذا رف في القاراج والدخان هذا يعاود يولي للسيارة للسيارة هذي سجلناها الفين عمنا سجلنا في الشتاء وفي الصيف في الصيف يدين المبرد البرد منه يدخل مبرأ يظن يعاود يدخل كامل الدخان تعال السيارة في موت عادي عادي وجدنا أشخاص داخل السيارة سنة الماضية الزوج والزوجة تعو داخل السيارة طيب سيد محي الدين رابح محي الدين مكلف بالإعلام المدير العامة للحماية المدنية أعتقد أن الوقت يدهمنا نخلي لك أقل من دقيقة كلمة أخيرة نصيحة إرشاد خاصة بخصوصها والله حذري هذا نعاود نأكد هذا لا يجوز استعماله بلغة الآئمة لا يجوز هذا يستعمل لإخراج حرام يعني لما يسمح قاتل فهو حرام قاتل قاتل حرام استعماله وبيعه وتركيبه أنا مذبية تاج الجزائري حذري كي يجيك للشاري قال وين راح تستعمل هذا والله ربما أنت راح تنقذ أسرها بأتمانها صحيح شكرك راحنا موجودين في أي وقت نحنا الهدف نحن بها نقل ونحذف وليما لها الظاهرة السلوية إن شاء الله العمل الحماية المدنية على هذا النصائح والإرشادات يومك موفق مشاهدي الأفاظل أسلو